فطبعا دي دي كلها حاجات يعني عايز اقول لك واعتقد انه منحظ حضرك الحلو يعني انه الجن ده مش بس هو الجن الوحيد كان يعني لمصر في اه هو جن ده جليل بس هو لغاية حتى هذه اللحظة هو اخر هدف اخرزته مصر في نهاية كاسر هو دربة انا فوجة نظري الشخصية دربة الجزاء دي مش درب الجزاء وتحسب الدرب الجزاء انت شاف نام يعني مش درب الجزاء اه من بره ودخلت لكن الحكم ادها درب الجزاء وبعدين يبقى في الملعب مفيش غير مجد عبالغان اللي يخش الشوت وبعدين تيجي جون كل ده اه عايز اقول لك انه انه ربنا كابتال حسام حسن كان قال ان هو المفروض يشوت ده كلام مش هنوقف عن الدكتير لسه نسادي فرق معاك يعني لا مش هنوقف عن دكتير لان ده كلام يعني مفعش نوقف عن دكتير انما انا عايز اقول ايه خلينا فيما حدث ان مجد عبالغان اللي يجيب الجون ده ربنا سبحانه وتعالى بيخلد اسم مجتهد في عالم كرة القدم كان ممكن بدون هذا الهدف ناس جدا تنساه لكن لمجرد انه اعطى ولكل مجتهد النصيب لان دي حقيقة واي واحد بيجتهد لازم يصل للي هو عايزه فربنا سبحانه وتعالى بروز او توج مشوار مجد عبدالغاني بهذا الهدف وهذا الهدف بالرغم من الناس كتير جدا من اللي هي اللي بقى المنفسنا واخبالك تقولك ده ضرب الجزاء يجي بعدها مباراة كثيرة جدا وكوس عالم ونجوم كثيرة ضايع ضربات الجزاء دي